السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا اغلم طبعين عاملين ايه وحشتوني جدا جدا والنهاردة يوم جديد وفيديو جديد من يوميات بوسي الله لوبة يومنا النهاردة هندقوا بالصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله النهاردة هنعمل مع بعض طاقم توابل كده اعادة تدوير بقى احنا عملنا خلصنا مع بعض التفريزات بتاعت رمضان هنعمل بقى حاجة جديدة لرمضان تحسسنا بقى بالبهجة كده وان احنا جبنا حاجة جديدة كده في بيتنا من حاجات كلها بنرميها بارتمنات الجلات الصغنونة دي اللي انتو شايفينها دي وبرتمنات صلصة وبرتمنات نوتيلا حاجات كتير جدا بنرميها هنعمل بيها الطاقم التحفة اللي انتو شايفينه دا زي ما انتو شايفين كده معايا بارتمنات الجلات الصغنونة دي دي طبعا ياسرين ومحمة بيجوها كتير جدا وانا برميها اغلب الوقت برميها ومعايا كمان برطمنات نوتيلا وحامل التوابل القديم بتاعي ده لانا كنت متجوزة به يعني بقى له 14 سنة عندي بس البرطمنات بتاعته تكسرت مفيش منه مالتنين فانا ما كنتش حطي عشان واسع مكان وكمان الحامل ده كان تقم برضو الحامل بتاع التوابل كان كله صيني وكله تكسر مني فانا كنت رمي التقم الحامل بتاعته ده الحامل بتاعته كنت رميه فوق على السطح فانا بقى بما اني خاعمل بقى تقم توابل فانا محتاجة الحامل فجبت بقى الحامل القديمة بتاعتي دي كده وهدهنها كلها تمام انا هقول لكم بقى الحاجات اللي هستخدمها كلها دلوقتي بس همشي معكم واحدة واحدة لان الفيديو عدى مني وانا صرعته على قد مقدر لان الفيديو كان طويل جدا فانا صرعته على قد مقدر الفيديو ده كان عامل معي حوالي ساعتين يعني على قد مقدرت بقى عملته في 19 دقيقة معرفش ازاي بس صرعت وقصيت كتير جدا علشان ما اطولش عليكم الفيديو يلا نكمل ونشوف هنعمل ايه اول حاجة اللي معي هنا ده لكيه لكيه ابيض ده نص كيلو بخمسة وعشرين جنيه لكيه الابيض ده وجدت فرشة دي حوالي حوالي سبعة جنيه وجدت كمان التنار ده اه او نفط ده عامل عشرة جنيه طبعا ضروري جدا نجيبه وقبل ما تبدأي اي شغل او اي حاجة لازم تفرش كده مفرش بلاستيك او ورق جرايد اي حاجة علشان ما توستخيش الحاجة اللي انت تشتغل عليها سواء ترابيزة او رخامة او طابلية اي حاجة انت تشتغل عليها عامل بتا اجيبي بقى علبة قديمة كده علبة برضو ايس كريم اي حاجة قديمة لان الحاجة اللي هتستخدمي فيها هترميها هحط بقى شوية من التنار ده عشان الوش الاولاني اللي هو البطانة انا معي هنا البرتمنات دي شلت منها كل الورق اللي فيها لو انت مش عاية تشيل الورق ازاي حطيهم فمية وصيبيهم شوية وبعد كده هتشيل الورق بالسلكة هتلاقي تشيل منك على طول لازم تكون شاينة منهم الاوراق بتاعتهم اللي تكون عليهم ده كان برتمان كده نوتيلة استخدمتو برضو وشلت الورق اللي كان عليه وبرتمانات سلصة وبرتمانات من ربا وبرتمانات الجلطة اللي عندكم دي كل ده هنستخدمه النهاردة انا طبعا كنت برميكا بيزحم الدنيا عندي كل بيت هتلاقي فيه برطمونات دي فاحنا دايما لما بلاقي الدنيا كركبت عندنا بنرمي على طول البرطمونات دي. انا طبعا بقى كنت عايزة اجدد قبل رمضان واشتري حاجات جديدة. لقيت صراحة في استغلال جامد جدا جدا قبل رمضان. يعني انا نزلت صراحة معرفش اشتري حاجة فانا قلت بقى ايه حاجات ده وحس التجديد وحاجة جديدة من حاجات بقى انا برميها. وطبعا عملت معكم الف الفيديو للي حابب يستفاد. وتشجعوني بقى بكلمة حلة وتقول لي ايه رأيكم? يستاهل التعب والمجهود اللي انا عملتو ولا ما يستاهلش. وكمان اللي لسه بقى عازت تلحق تعمل حاجة جديدة كده والجدد قبل رمضان. تلحق تعملها. هكتب لك الخمات اللي احنا استخدمناها دي. هكتبها لك في صندوق الوصف. الخمات دي هتقعد معي كتير جدا لان عملت بها حاجات كتير جدا ولسه قاعدة معي. تمام? يعني ممكن بس اللاكية خلاص تجيب واحد لاك تاني مفيش مشكلة. وكمان فيه لكيكة كمان ربع كيلو بتنشر جنيه تقريبا لو انت عايزك جبيه برضو حاجة اصغر من كده. تمام? بس لازم يكون معاك النفط ده آآ او التينور ده تكون جايب ازازة زي كده لان لاتمالي لازم تخسيل الفرشة بها بعد كل استخدام علشان الفرشة ما تنشفش منك ولا كيلز فيها. بدأت تدهن البرتمانات بتاعتي كلها وديها وش بطانة او وش اولاني كده علشان لما نيجي بقى نحط عليها اللون اللون بتاعنا كده يكون واضح ومزهزة كده. لان البرتمانات طبعا بتكون شفافة ولما تجي تحطي عليها اللون هتحس ان اللون خفيف. لكن لما ريقي تحطي اللون على حاجة بيضة هتلاقي اللون بتاعك ظهر كده وواضح. فانا هديهم كلهم كده وش في الاول وبعد كده هسيبهم لما ينشفوا وارجع هديهم بقى اللون الالوان بتاعتنا والفينش بتاعنا تابعوا الفيديو للاخر الفيديو بجد حلو جدا والله هتستفادي بازن الله وهتلاقي افكار حلوة للفينش بتاعنا هقولك كده فكرا بازن الله تعجبك. تابع الفيديو للاخر ولو انت وصلت معي بقى لحد هنا حطي لايك للفيديو ده علشان الفيديو ده تعدت فيه جدا. آآ ولو انت لسه جديدة وقال مرة زر قناتي دوس على كلمة اشتراك بالاحمر تحت الفيديو فعلي الجرس على كلمة الكل هيوسلك اشعار بكل فيديو جديد لان لسه هنعمل فيديوهات تانية جميلة جدا لعادة التدوير بجد حلوة جدا. يعني عاملة كزا فيديو هنزلهم لكم الايام الجاي بازن الله حلوة جدا. محتاجة بس تشجيعكم كده بلا لايك حلو لان لايك ده اللي بيرفع الفيديو بيوصلوا الناس كتير. تمام? يا رب ما كونش راغيت كتير وطولت عليكم هكامل معكم الفيديو. آآ انا هنا الاستاند بتاعي برضو دهنته كده برضو واديته وش انا خلصت البرتونات وخلصت الغطيان برضو كلها. اديتها وش. آآ الموضوع ده كله ما خدش معي نص ساعة كده بالليل وانا قاعدة بعد ما خلصت اكلي وشوربي وترويق وكل حاجتي قعدت كده بالليل نص ساعة بالزلط قدام التلفزيون حط التربيزة وحطوا عليها المفرش زي ما قلت لكم كده وعط دهنتهم كده الوش الاوليني. زي ما هم مع التربيزة كده على جنب ركنتهم وستهم لتاني يوم لما نشفه. وبردو الحامل الحديد هو اللي كان مصدي القديم اللي بقاله قرنة اللي كنت عايزة رمية يعني باي طريقة عايزة رمية كده ووسع الدنيا. اهو جيه عليه الوقت واستفدنا بيه. تمام? وهتشوفوا شكله في النهاية هيكون تحفة. عادي البقى اللعنة بقى الكلافز بتاعنا آآ وقدنا بقت زي الفل و مفقاش اي حاجة. هاجي بقى تاني يوم هنا بقى ندي الوش التاني اللي هو الدهين. برضو نفس الكلام هاخد شوية من اللي كيه. وعليهم شوية من التنر عشان اخفوهم شوية. وبعد كده بقى استخدم اللون هنجي بقى هنا الالوان هقولك اللون هنا ده بخمسة جنيه. اللي هو جي اللي سي ده. اللون عامل خمسة جنيه. تجيبي بقى لون احمر تجيبي لون اغدر. الالوان انت عايزة ناجدت احمر واغدر. تمام? ادي حطيت هنا نقطة بسط كده. قال لي. وكل ما تحتاج وتحسين اللون خفيف زودي نقطة بنقطة. انا حطيت هنا نقطتين كده من الاحمر. اداني اللون الهادي للروز الخفيف اللي انا كنت عايزة ده. هو ده اللون اللي انا كنت عايزة. الحمد لله يا رب العالمين. النتيجة رضياني جدا جدا. وبازن الله يا ربي كده تكون برضو نتيجة رضيكم. واسمع كده كلمة حلة في كومنت كده منكم. وتشجعوني بيها. اه. وهنا بقى ايه? بدأت ادهن الوش التاني. شايفين? هو كده الوش التاني. وخلاص تمام. انا طبعا جدا جيت برضو للحروف اللي فوق اللي انا كنت طول الوقت محافظة عليها. ما بجيبش عليها دهان في الوش الاولاني. في الوش التاني ادتها كده بلون خفيف بالروز ده. علشان برضو الازاز بتاعها ما يكونش باين. وفي نفس الوقت ما يكونش ادتها طبقتين ويجي الغطى نيجي نقفله. يبقى الغطى ايه آآ اللي ما يخليش الغطى يقفل كويس او يحكم عليه كويس. فانا حطيت له وش بس اللي هو الاخرين ده. اللي هو الوش اللون الخفيف ده. غطيت الحروف بتا اللي انا كنت طول الوقت الازاز محافظة عليها ان انا مجيش عندها. بدأت بقى كده ادهن البرتمولات بتاعتي قسمتهم عملت منهم حوالي ستة اللون الروز ده. وهعمل ستة باللون التاني اللي انتوا هتشوفوه برضو دلوقتي. آآ يعني اللون التاني ده هنستخدم اللون الاخضر وهنحط برضو منه نقطة واحدة هيدينا لون حلو جدا. آآ مش عارفة لونه ايه بالزبط هو لون كستنائي تقريبا. يعني هو لون الكستنائي ده. ولو انت حابة كمان تحطي له نقطة من ال ازرق. علشان يديك اللون اللون اللي هو الكستنائي الحقيقي ده. تحطي له نقطة من الازرق. بس احنا طبعا مش هنكلف نفسنا بقى ونشرق الوانه على الفاضي. لكن انا هو اشتريت لون بس ازرق. آآ لون اخضر ولون احمر. اللون عامل خمسة جنيه. اما اللاكيه اللي انا عمالا استخدم فيه ده انا عمالا حطي اللاكيه اللاكيه ولسه البرتمان اكتر من نصه. اللاكيه ده عامل خمسة وعشرين جنيه عشان اجبت النص كيلو لان انا قلت زي ربع كيلو تقريبا باثناشر جنيه. او بثلتاشر. تمام? في حاجات تانية لسه هنستخدمها طبعا كل ما هجي عند حاجة هقولك سعرها ايه? تمام? وكمان هكتبهم لكم في صندوق الوصف لو عايز تخديهم وتروح عند الموان اللي هو بيبيع البويات والحاجات دي. وتقولوله على الحاجات دي هيدهلك على طول. تمام كده? ماشي. انا كده جيت للستاند التاني بدأت اديره برضو اللون التاني ده. جيت هنا بقى غسلت الفرشة بتاعتي من الالوان وخففتها كمان بشوية التنر علشان ندي اللون الاخضر اللي انا قلت لكم عليه. غسلت بس الفرشة بتاعتي بحبة من التنر. كل ما تجي تستخدمي لازم تخسر الفرشة بالتنر قبل ما تستخدمها من لون لون. علشان ما تعمليش خلطة في الالوان يعني. حطيت هنا النقطة برضو اداني اللون ده اللي انا كنت عايزة. اللون الخفيف ده اللي هو الكستنائي ده الخفيف ده. هو اللون ده اللي انا كنت عايزة. لون عجبني جدا وحبيته قوي قوي صراحة. وانبسطت بهم جدا. انت بقى حبة تعمل اللون الموف الها برضو. ممكن تعمل اللون موف هادي. ممكن تعمل اللون ازرق سماوي خفيف. تعملي كده تشكيلة الوان حلوة جدا عندك من الالوان التركي اللي بتدي بهجة للمطبخ بتاعنا. وتحسسنا بقى بتجديد وتغيير آآ في دخلة رمضان. زي ما قلت لكم الاسعار النار اليومين دول علشان عيد الام وعشان رمضان. يعني في مناسبتين مع بعض. فالناس مستغلية الظروف جدا. انا نزلت ما عارش اشتري حاجة عامة. فانا حبيت بقى اجدد المطبخ وحس بحبة من التغي كده. بحاجات زي ما قلت لكم كلها كنا هنرميها. فكلفناها شوية شوية حاجات والشوية الحاجات اللي احنا اشترناهم دول مش هيعملهم معنا حبة برتمونات بس لا هنعمل منهم افكار تانية كتير. هنالزلها لكم في الفيديوهات جاية بازني الله. دهانت بقى البرتمونات بنفس اللون اللي انا وراته لكم ده. يا رب بس الفيديو ما يكونش طويل عليكم على قد ما اقدر سرعته على قد ما اقدر حزفت منه كتير. طبعا انا ايدي بقى كانت بتعرق من الشاي. هبقى واريكم الشاي. بزبس كل شوية تعجيب لكوباية شاي كده ربناها يحميها. آآ وانا قاعدة بقى عمنا فيها اللوستة اللي بدهن بقى. فكل شوية كوباية الشاي تجيني بقى كده وانا قاعدة. عمتن بقى ايه انا خلصت كده اللون التاني ده زي ما قلت لكم وهسيبه بقى لما ينشف برضو بدهنهم باللون التاني هو زي ما قلت لكم. آآ حتى لو اكلفنا شوية وجبنا حاجات من عند الموان فهي بفلوس. فنسة ناس هتقول لك لأ طمحنا ممكن الفلوس دي نجيب بقى طقم طوابل والرياح دماغنا. آآ لا خالص. الحكاية مش حكاية طقم طوابل والرياح دماغي. حكاية آآ نتيجة في الاخر. بتكون نتيجة حلوة قوي وموفرة. الحاجات دي هتعمل بها كزا حاجة. هتطول معاكي وهتعمل بها حاجات كتير جدا. غير كده آآ لما تعملي حاجة ب لون فرجعت وقلت لأ هخليه ابيض. يبقى واحد عملته لون والتاني هعمله ابيض. لان اللون الابيض صراحة مع الالوان لما تترسل فيها هيكون شكله حلو جدا. فانا خلته ابيض وحطيت انا شوية من الابيض من اللاكي وحطيت عليهم كمان آآ شوية من التنر علشان اخفوهم برضو وديلوا الوش التاني برضو من الابيض. طيب انا لو كنت عرف ان انا هعملوا من الابيض من الاول كنت قبل ما اعمل الالوان كنت على طول ديته الهو الابيض الاول قبل ما واسطخ الفرشة ل لان الفرشة كل شوية باخصلها بتنار. يعني ما بين اللون والتاني اخصلها بتنار. ما بين اللون والتاني اخصلها بتنار. عشان اشيل اللون منها. فانا لو اعرف ان انا هعمله ابيض فكنت عملته هو الاول قبل البرتمانات. بس انا جات في دماغي كده الابيض لقيت شكله جنب الالوان الابيض مع الالوان اللي انا عملتها فعجبني جدا. فعملته ابيض. وستة يوم بقى لما نشفه كده تاني يوم كده خلاص نشفه هنعمل بقى الفنش بتاعنا. هنفنش بقى كده البرتم بقى اللي هنزين بيها. انا فكرت في كزا فكرة. دي الفكرة الورق اللي بتحط على زيزة البتوجاز. لقيت فيه كده آآ ورود ولقيت فيه فرشات وحاجات جميلة. قلت ممكن تتقص وتتحط على البرتمانات. وجدت كمان من المكتبة كده الفواكه والخضروات. دي ده عامل اتنين جنيه ونص في اي مكتبة. والاستيكر الفواكه والخضروات. وكمان الاستيكر ده اللي كلكم عارفين هو اللي هو بيلزق من ورق آآ ورق لزق كده استيكر خفيف بيلزق طبعا على الرخام. الناس كتير بتزققوا على الرخام. الناس بتلزق على المطبخ الخشب على الحوائط. علشان يدي منظر حلو. فانا جدت اللون الجميل التركي ده. عجبني اول لون ده فانا جدت منه وحاولت كده افرغ منه الوردات بتاعته. اخد كده الوردات بتاعت وفرغها. علشان انا لزقها على البرتمانات. وديتني نتيجة حلوة جدا جدا. فيه ناس بقى بتاعة تقول ايه? آآ لا انت تروح تطبعي ورق اختاري الرسومات واطبعها في اي مطبعة. والكلام ده لأ خالص. هو الورق العادي خالص بتاعت الاستيكر ده. قصيته. وخدت منه الوردات كده. طلعها تحفة. شايفين شكلها حلو ازاي? انا بقى فرغت كل الرسومات كده علشان ما طولش برضو الفيديو عليكم. آآ اعدت كده مع نفسي فرغت الرسومات كتير. وفرغت برضو فواكه وتوم وبصل علشان حط الطبيب البصل البدرة في البرتمنات. فرغت matches. وفرغت قصة البصل والخضروات دي. طبعا انا بقى ايه هميز بقى عندي السبانيغ ده ممكن احطوا على برتمن زي كده واستخدمه كحاجة خضرة. ابقى حفظا من البرتمند اللي عليه في السبانيغ ده مسلا هو مسلا لايكون في الزعتر. البرتمن access يكون في البصل ده هو في البصل البودرة. البرتمند ما سلا عليه قرن الفلفل ده هو لاي يكون في الشطة. فانا قلت هميز البرتمانات بالحاجات اللي انا هحطها عليه. تمام? وفي الاخر برضو هوريكم في حاجة تانية ممكن تميز بها البرتمانات هقولك عليها. دي بقى غيرة. تمام? دي غيرة اللي هنلزق بها اللاز. طبعا البرتمان ده تقريبا عامل آآ بسم الله الرحمن الرحيم تقريبا عامل تسعة جنيه. برتمان الغيرة الابيض ده. تقريبا عام تسعة جنيه. فده هيقعد معنا وقت طويل جدا برضو. شفت ان النقطة الخطة منه ده هتلزق لنا كل الحاجات بتاعتنا دي. بحط شوية من الغيرة كده على البرتمان والغيرة دي ما تلاقيش خالص. الغيرة دي تبقى شفافة. هاتي غيرة غيرة شفافة. الغيرة الابيض ده بيبقى شفاف. يعني حتى لو انت منديك لون ابيض دلوقتي. اول ما ينشف هتلاقي اللون بقى شفاف خالص. والرسمة معاك واضحة وكل حاجة. يعني حطي براحتك. انا حطيت من تحت وحطيت من فوق. علشان الغيرة تبقى فيها من تحت وفهم من فوق. اللازقة تلزق معنا كويس. وما تطلعش وتفك مننا. وفي حاجة تاني هنعملها برضو. هنحطها برضو علشان البرتمان ده نقدر نخسله. واللون بتاعنا ما يطلعش ولا راسنا بتاعتنا تطلع خالص. خطوة كمان ديست هنعملها دلوقتي بس لما الغيرة بتاعتنا تنشف. هثبت الرسمة كده بالشكل اللي انا عايزاها على البرتمان. شايفين الغيرة بتتمسح بمنديل بتتغسل بمية بتتشال بكل سهولة. يعني ما تلاقيش خالص. حمسك بقى البرتمان كده وحاول نصك الالوان. خليت بقى على الالوان الخضرة دي. اخدت الفواكه والخضروات على الالوان الخضرة. حتتقرني الفلفل ده عجبني شكله حلو جدا. وخالى البرتمان قوي كده وشكله جميل. هحط برضو عليه من فوق ومن تحت. تقدري بقى انت لو مش عادة تحطي الرسمات تجيب اللون اللي الابيض ده. وتجيب اللي اللي ودانة بتاعت الودان دي. وتعملي عليه نقط بالابيض على الالوان دي وخلاص على كده. وما تحطيش استقارات. لكن انا صراحة حبيت فكرة الاستقارات والرسومات اكتر من النقط البيضة اللي بتتحط على على البرتمانات او بتتعامل على البرتمانات. وانا برضو كنت بفكر ان انا اعمل نقط بيضة كده حوالين الرسمة. بس رجعت وقلت لاها بتبقى اوفر شوية فهي كفية الرسمة عليها حلو جدا. عطعت بقى كده رسومات مناسبة ده الورد السغنن للبرتمانات السغننة. وقطعت بقى كده حاجات. وعلى قد ما قدرت حاولت نصك كده. غيرة من فوق وغيرة من تحت كده وتوسطي وما تقلقش خالص. الغيرة ده هيبقى شفاف. مش هيبان لما تنشف هورها لكم. تمام? هنا جيت على الغطيان. حاولت برضو ايه? احط كده على كل برتمان. مثلا الكرومبا حطيت على الخرشوفة من فوق والخصايا حطيتها على الاستبانخ والخيار مع الفلفل والتماطم يعني حاولت كده برضو ايه? احط على الغطيان برضو رسومات. عشان برضو الغطيان متبقاش سادة. وحاولت برضو حطيت على آآ آآ اللي هو اللون ده. قصيت برضو وردات. وحطيتها على اللون الروز كده على الغطيان من فوق. صراحة انا فرحانة جدا جدا بالنتجة دي. ابهرتني صراحة. جيت بقى على الغطيان السغنونة دي. وحطيت فيها كده فص من اللولي. في كل واحدة كده نقطة من الشمع وفص من اللولي. نقطة من الشامعة وفاصل ادي لون حلو جدا وشكل حلو قوي. صراحة عجبني قوي فاص اللولي ده لما حطته كده من النص عجبني جدا على البرتمانات الصغيرة دي. عجبني قوي. مواردتش حط عليها لوارد ولا خضور صراحة. علشان بس ايه اجدد. وقلت ان انا هديك كزا فكرة والفكرة اللي تعجبك اعمليها. تمام احنا كده خلصنا بقى هنفنش بقى اللي هي اخر حاجة خالص اللي هو اللي احنا لما يجي نحط اللي هو الورنيش. الورنيش اللامع ده اللي هو بيدي لون لمعة. وفي نفس الوقت لما تيجي تخسل البرتمانات بتاعتك ما يفقش فيها اي حاجة. الورنيش ده سعره خمسة وعشرين جنيه لكيلو. يعني شوفي البرتمان الجاردة للكيلو ده كله بخمسة وعشرين جنيه. يقعد معك مش قادر اقول لك قد ايه يعني استخداماته كتير جدا جدا جدا. بتخفف بقى بشوية مية. ده بيتحط له مية عادي هو والغيرة تخففهم بمية ما فيش مشكلة. لكن اللا كيه لازم يتخفف بتنار. لازم. لكن لو حطيت على مية هينشف معيك. حاجة بقى كده هدي بقى وش اخير بقى كده على كل البرتمان وعلى الغطيان وعلى الرسومات كمان. الوش ده هيدي لمعة وفي نفس الوقت هيدي طبقة كده. طبقة لمعة شفافة خفيفة. آآ ونعومة كمان. هتمسك البرتمان كتحس انه ناعم معك قوي. آآ هيديني اللون شفاف يعني شوية كده اللون الابيض ده بقى شفاف وبقى لامع. بيدي لمعة ويديك كده ايه? تقدر يبقى تخسل البرتمان في اي وقت ولا الرسمة تتشال منك ولا اللون يطلع معاك. تمام? آآ وممكن تمسحيه بمية بس كده هيبقى زي الفل معاك. ده الورنيش اللي هو المط ده. الورنيش قصدي اللي هو اللامع ده مش مط. الورنيش اللامع ده بيتحطي على البيات برضو والدهنات. عشان لما تيجي تخسل الحيطان او حاجة ما تطلعش معاك اللون بتاعها. هو ده كده بالزبط. احنا بنحطه هنا على البرتمانات برضو. لما نيجي نخسلها نحافز على اللون. مش عايزة تجيب الورنيش ده وتوفري. آآ ما تجيباش الورنيش وتقدر تحطيهم زي ما احنا حطناهم كده. بس تبقى تمسحيهم بحتة مبلولة وخلاص. والطقم خلص معايا ودينا اللامعة وشايفة اللامعة الحلوة دي. ده من الورنيش الماء اللي احنا حطناها في الاخر. هكتبلكم كل الحاجات اللي احنا استخدناها في صندوق الوصف في الاخر. آآ اللي ما بيعافش جيب صندوق الوصف منين? هتدوش على عنوان هيتفتح معاك صندوق الوصف. ويقولك على الحاجات اللي احنا جايبينها. شايفين الشكل تحفز زي? كمان حطيت كده فصوص برضو من اللولي كده. حوالين اللي اللي هو الحديد ده. عملت له كده فصوص من اللولي. وهنا التوم البودرة والبصل البودرة. بقول لكم وحطهم هنا. وعملت كمان الشكل البرتمونات الكبيرة دي. عملتها بس الفيديو لقيته طويل جدا. عملته في فيديو الواحد صغير. هينزل الفيديو الجاي ان شاء الله. انتظر الفيديو الجاي. وحطي لايك للفيديو ده علشان تعبت فيه جدا. عشان يوصل الناس كتير. شايفين الشكل صراحة انا مبهورة بيه. شايفين فصوص اللولي اللي انا حطيتها ده. ده الستاند اللي كان مصدي القديم اللي كان هيترمي. وده البرتمونات اللي بتبقى الفيديو وفعل الجرس. على كلمة الكل هي وسلك اشعار بكل فيديو جديد بينزل بقى امر الله. هقولك بقى كمان على حاجة انا جيتها لو انت عايزة تجيبيها برضو وتحمليها تمام براحتي. لو انت عايزة اتميز البرتمونات ومش عارفت ميزها بايه? انا زي ما قلت لك كده. بس ان في التمونات مية ده هميزه بالا هحط في بابريكا تمام. اللي هو عليه قرن الفيفل ده هحط فيه شطة. آآ يعني هميز كده توم بودرة والبصل والحاجات دي. في حاجة كمان انت تتدرج بيها في استيكر بيتباع بجنيه في المكتبة. هوريكوا شكله دلوقتي. الاستيكر ده بتكتب علي اي اسم انت عايزة وبيلزق معك في اي مكان. تمام? الاستيكر ده بجنيه انا جبته. لو انت عايزة تلزايل زيه مش عايزة وعايزة تميز البرتمونات بتاعتك براحتك خالص. هوريك الاستيكر دلوقتي. وآآ ده طبعا بجنيه وزي ما قلت لك كده انا حبة تلزايل الزيه في اي مكان زي ما انت عايزة. انتظر بقى فيديوهات جاية كتير. ان شاء الله يكون فيديو النهاردة عجبكم. آآ اترككم في رعاية الرحمن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.